اشتركوا في القناة او شاهدها بعدين ارجع لهم خاصة الدروس اللي في البداية او الاساسات اللي هي حول شين هو البرنامج او ما هو برنامج من Microsoft Office PowerPoint والحزمة اللي هي مجموعة البرامج شين تتكون وشين استخداماتها وفايدتها وبيانات اكتر حول البرنامج هذا خاصة وخاصة وبشكل خاص يعني الدروس اللي له علاقة بالتقنيات اللي سبقوا تعلمناها قبل لان كل تقنية مربوطة بالاولى في الفيديو هذا او في الدرس هذا حنتعرفوا على تقنية جديدة هلبة باورفل او مميزة جدا في البرنامج واللي حتساعدنا بشكل مش طبيعي على اه يعني بشكل حلو هلبة على تصميم او انشاء او صناعة اه بريزنتيشنز او عروض مرئية مبتكرة وحلوة وجدابة هلبة احنا سبقوا تعرفنا على عدد من تقنيات قبل زي التجريد او التجميع او غيرها من تقنية الاخرى في درس اليوم حنتعرف على تقنية اسمها او تسمى بتقنية المزج اي كيف اي احنا عندنا اكتر من شكل حنمزجوهم اوكي حد بيقولك اوكي احنا تعرفنا قبل على الجروب او اللي هي مثلا التجميع او تعرفنا على التجريد او على الاتحاد تقريبا ايضا تعرفنا العدد كبير من التقنيات او الاساليب في التصميم باهي شن الفرق بينهم بين المزج مثلا على سبيل المزج والاتحاد هما اتنين عندنا شكلين وشكلين ابوهم يكونوا مع بعض اي هما متشابهين بشكل كبير لكن الفرق ان الاتحاد سبقوا تعرفنا وحنحطولكم الدروس الخاصة بتقنية هذه اسفل فيديو الاتحاد عندنا شكلين حيكونوا وكأنه شكل واحد في النهاية بكل المواصفات التجميع عندنا شكلين يكونوا او ثلاثة او اربعة نخلوهم شكل نخلوهم عندهم نفس الخواص لكن هما مش شكل واحد يعني في مسافات بين الشكل والشكل وكل شكل عنده حدودها الخاصة التجريد عندنا شكلين نبو نجردو او نفرغو شكل بشكل اما المزج فهي عندنا شكلين ام تنحطوهم فوق بعض ونديرو لهم مزج الشكلين حيمتصح فيهم كل شي الا الجزئين المتمسسين خلونا نشوفوا كيف باش تكون واضحة من ادراج طبعا انا حاليا غيرت على نسخة جديدة من Microsoft Office PowerPoint مش نفس اللي كنت نسرح بها في الدروس الماضية ما تخافوش وهدي نسخة عربية انا حنحاها وحنرجع للاولة في الدروس الجاية حت نكون زيكم ان شاء الله لكن بما ان احنا تقريبا نمشينا علي كل القوائم الموجودة فمفروض خلاص نقولكم امشوا لادراج بعدين نديرو هكي خلاص حني اردي تعودنا مع الوقت فحتنضيفوا اشكال بكل بساطة نمشوا لادراج او insert بعدين نمشوا لشابس او اشكال نضيف مثلا انا مربع وبنمشي لادراج هنضيف على سبيل المثال دائرة او خلينا نضيف مثلا شكل تاني هو مربع تاني على سبيل المثال هكي المزج شن فكرته دومتدا مثلا كان درنا تجريد تجريد للشكل هادا على هادا شن حيصير حيقعد للشكل هادا لكن حيتنحى منها الجزء هوا ومش لازم نرجع لتالي بس انا حابيت نعطي هادا كمثال بسيط لكن الفكرة الخاصة بالمزج كيف هلبة ممتعة الفكر ان احنا عندنا شكلين الشكلين هادو فوق بعض ممكن يكونوا عشر اشكال فوق بعض شن يقعد مننا مثلا لو نديرو مزج للشكل هادا مع الشكل هادا الجزء هادا كلها حي متسح والشكل هادا الشكل هادا برضو كلها حي متسح حيقعد المربع هادا 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 اللي جاي بفوق المستطيل او المربع التاني بس اللي فوق المربع التاني بس مثلا كيف نديروه مزج نختار المربع او الشكل الاول ينبوه ومعاها الشكل التاني باننا نضغط على control وبعدين موصل الزر الايسر من الفارق يعني حددناهم الزوز ممكن نحددوهم بالأسلوب هذا اللي سبق وحكينا عليه في دروس سابقة بمجرد من حددوهم الزوز حيرفعنا لقائمة التنسيق اللي هي أدوات الرسم أو drawing tools اللي هي فورمات يعني فورمات الخاصة بالdrawing tools حيرفعك لها أوتوماتيكيا بمجرد ما يرفعنا لها حنجولي خيار دمج الأشكال أم تكوننا نستعملوا في نسخة الإنجلزية في دروس الماضية كانت موجودة في الجهة اليسرى طبعا كانت اسمها merge shapes خيار merge shapes في خيار من merge shapes حنلقو أنه عندنا خيار اسمه هذا تقاطع تقاطع بالعربي بالإنجليزي لو نشوفوه في النسخة اللي باللغة الإنجليزية حنلقوها مزج أو في نسخة تانية نقصد يعني في نسخة تانية عربية وحتكون مزج لكن هي عندنا بالعربي هكي أو لو منشوفوها بالإنجليزي ممكن نلقوها combine يعني احنا نتعرفنا على union و subtract و combine في التقنيات هي فلو تشوفوا التقنية هذه بالعربي في نسخة ممكن تلقوها مزج أو تقاطع ولو منشوفوها بالإنجليزية حتلقوها combine فلو تشوفوا يعني هلبة مليحة كيف مليحة بالليبي طبعا كيف مميزة أو حلوة نحن عندنا هلبة أشكال ممكن نبو مثلا شكل هالأشكال هادي كلها نبو نفرغوها بالأجزاء اللي هما متماسسين ببعض بين الأشكال هادي كلها فممكن نخترعوا شكل متكون من أكتر من أشكال في بينها فراغات حاولوا تلعبوا معها المهارة هادي أو تجربوها وتبدعوا فاها كي بينكم وبين نفسكم في سلايد فاضي زيتوا يديروا بها هل بأشكال تانية أو تجربوها أكتر من مرة لعندما تفهموا الفائدة متاحة وتكتشفوا انتم الأسلوب اللي هتسيروا بها يعني احنا حاليا نعرفوا في المهارات حاليا بس قاعدين وكل حد مننا يسيرها كيف ما هو يبي أو يشتغل بها كيف ما هو يبي يعني مش شرط تستخدموها بالأسلوب هذا لصنع الأشكال الجديدة ممكن نستخدموها بتقنية أو التقنية هادي نستخدموها بأسلوب تاني وإن شاء الله احنا مع الدروس الجاية حنبدو نصنعوا أو نصنعوا في في بريزنتيشنز أو في عروض مرئية خاصة بنا طويلة هلبة حنجربوا فيها كل مهارات هادي وأكتر إن شاء الله تكونوا استفدتوا بدرس هذا وكان بسيط وممتع بالنسبة ليكم إن شاء الله بالتوفيق للجميع وإن شاء الله نتلاقيوا في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا